اشتركوا في القناة والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئك هم البارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من قرسين آآة تنبت بالدهن وصفغ للاكلين وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تعملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعفدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشغ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى عين قال رب انصرني بما كذبون فأوعينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا وبحينا فإذا جاء أمرنا وفاغت النور فاسلب فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين غلموا إنهم مغرقون فإذا استبيت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني مغرقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالعق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تمصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم لولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منفرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالعق وأكثرهم للعق كارهون ولو اتبع العق أهواءهم لفسدت السماوات ولغب ومن فيهن بلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم منه الظل لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خرناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتورعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في لغض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال لولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير لولين قل لمن لغض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيغ ولا يجاغ عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل تيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحوون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترفت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بغزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن قفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكنا ياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا غالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم ترحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتموا إلا قليلا لونكم كنتم تعلمون أفحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك العق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله ناخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرغناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما غافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية نوم شركة والزانية لا ينكحها إلا زاني نوم شرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلعوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء بلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فاغل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فاغل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا خغة لمسكم فيما أفاغتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بوتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم لا ياتب الله عليم حكيم إن الذين يعبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب نليم في الدنيا ولا خراه والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فاغل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رعيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فاغل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل أولو الفاغل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رعيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم العق ويعلمون أن الله هو العق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم الله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفروا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغبون من أبصارهن ويحفرن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليغربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن إلا لبعولتهن أوابائهن أو أرباء بعولتهن أوابنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملك تيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي لربة من الرجال أو الطفل الذين لم يغهروا على عورات النساء ولا يغربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون وأنكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فوله والله باسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاعا حتى يغنيهم الله من فوله والذين يبتغون الكتاب مما ملك تيمانكم فكاذبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغائين غد نتحصقنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن من بعد إكراهن غفور وعيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات ولغظ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويغرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فغله والله يغزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه رمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كغلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب غلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيغ صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون فلله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سعابا ثم يولف بينه ثم يجعله غكاما غكاما فتغى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء من الله على كل شيء قدير فقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء بلا صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون فإن يكون لهم العق ياتوا إليهم ذعنين أفي قلوبهم مرضون مغتاب أم يخافون أن يعيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن مرتهم ليخرج أن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تبلوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتظى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم من بعد خوفهم أمنا يعبذونني لا يشركون في شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما باهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملك تيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الوهيغة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوافون عليكم بعضكم على بعض فذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم فإذا بلغ لغفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم فالقباعد من النساء إلا تيلا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبذجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على لعما حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخباتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخبالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناع أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تعية من عند الله مباركة طيبة فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذا لمن شيت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نليم ألا إن لله ما في السماوات ولهم قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات ولنرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ورا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا علم وزورا فقالوا أساطيغ لولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات ولغض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيغا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ويقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خيرنا مجنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك بعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أغللتم عبادي هؤلاء يمهم ولوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كلبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة نتصبرون وكان ربك بصيرا